ده مع التصنيف اللي تقالي الأول بس أنه الأهلي مجموعة سهلة وفيه مجموعات تانية صعبة والقرع خدمة الأهلي ولا شايف أنه البطولة بيبقى لها بطولة دوري الأبطال وخصوصا أنه الفرق اللي بتلعب الأهلي السنة دي يعني دايما الأهلي مرشح قوي للفزب البطولة لكن أنت النهاردة بتلعب حمل اللقب وبالتأكيد ده بيأثر في حساباتك أه طبعا ما فيش شك بص حاولك لحد لازم أقول كلمة الأول هي اللي في الكورة كلمة الكورة أن أنت بتقول توقعات وترشيحات ليس من خلال المستويات التاريخية للفرقة دي يعني مش بعبر أقول إيه فيتا دا كان إيه ولا المريخ كان إيه ولا مثلا مازينبي اللي في المجموعة التانية كان إيه لا أنت بتتكلم على المستويات الحالية المستوى الحالي للفرقة وضعها إيه في أفريقيا في أفريقيا متغيرات كتير جدا لكن يظل يبقى الأسماء الكبيرة في أفريقيا اللي هي بنسميها إيه الترديشنال فورسيز أو القوى التقليدية في القارة اللي هي مثلا تقول الوداد والرجاء والترجي والأهلي والزمالك ومازينبي وصانداونس اللي هي الفرق اللي دايما موجودة حتى لو وحشة موجودة أما فيه بعض فرق بقى تظهر وبعند تلاقي تختفي تماما تروح خالص أدراج الرياح وبعند ترجع تاني بقى بعد سنين يعني فين كانون يا ويندي فين عفيا كونكو فين عشان تكتوكو خرج من اللي بطول يعني فين الأسماء دي اللي كنت بتشوف كتوكو دا موجودة على طول رجاء خرج كمان من النسخة دي رجاء طبعا بتحصل استثناءات لكن أنا بتكلم ايه في قوة تقليدية دي ما بتتغيرش مع الزمن وفي قوة بتختفي خالص ويظهر مكانها قوة تانية كنا بنسبع عن هارتسفوكو اختفى كتوكو اختفى صحيح هافيا كونكري خد البطولة ده أول فريق يحتفظ باللقب مدى الحياة أما خده تلاتة واثنين وسبعين وخمسة وسبعين وسبعين بعد سبعة وسبعين اختفى يعني فريق خدت تلات مرات ففيه فرق كتير اختفت كان يونيون دي بتبعى طفرة وتنتهي يونيون دوالة يعني فرق كتير جدا فيبقى الامر ايه اما بنقول الترشيحات دلوقتي بنقولها من خلال المستويات الحالية من خلال المستويات الحالية الاهلي وقع ربما في أضعف مجموعة تمام ممكن اما تنطلق المباراة نلاقي شكل تاني بس فعلا الاهلي وقع في مجموعة في المتناول بالصدفة بقى التلات فرق اللي وقعوا مع الاهلي هم الفريق التاني في دولته يعني ايه المريخ وراء الهلال المريخ وراء الهلال في الألقاب تلاقي مثلا ايه المريخ خد 27 دوري المريخ 21 تلاقي الفريق الضئيل جدا بين سيمبا وبين يونج أفريكانز دول أقرب فريقين في التنافس على دوري في أفريقيا تخيل الفريق بينهم بسيطة يعني يعني ده 21 لقب وده 22 لقب يعني يونج أفريكانز ووسيمبا ده 21 لقب وده 22 لقب شوف فرق لقب واحد بينما مثلا مازينبي وفيتا برضو 14 لقب ل17 فرق ثلاث ألقاب فيتا في المركز التاني التاني مازينبي هو ومازينبي وفيتا التاني بعد مازينبي والمريخ التاني بعد الهلال وبرضو نفس الكلام سيمبا التاني بعد يونج أفريكانز بعد يونج أفريكانز اشتركوا في القناة